المدن العتيقة بين تأصيل التراث ورهان التنمية شعار الملتقى الوطني للمدن التراثية العتيقة الذي نظم بيتزنيت بمشاركة باحثين وأكاديميين ومهتمين بالتراث التفاصيل مع العبد النيلي ومبارك زماني ممثل أزيد من أربعين جماعة طرابية وباحثون ومهتمون بالتراث العمراني يشاركون في هذا الملتقى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وإطراء المعارف بالإفادة العلمية والعملية حول الاهتمام بالمدن العتيقة وما يلحقها من أدرار سواء من طرف العوامل الطبيعية أو البشرية هذا المنتدى الوطني يجسد الأهمية القصوى اليوم وشعور كل الفعاليات كانت منتخبة أو مجتمع مدني أو سلطة وقطعة حكومية بضرورة الاهتمام أكثر بالمدن العتيقة نحن نتمنى أنها تخرج بواحد العدد من الخلاصات التي تمكن لجميع المدن المشاركة أولا من واحد ميتاق شرف فيما بينها من أجل المحافظة وحماية مدن العتيقة ثانيا من أجل إدماج هذه المدن العتيقة في الدورة الاقتصادية لها من أجل خلق الطروة والشغل والتنبية الاقتصادية والتنبية الاجتماعية المدن التراثية العتيقة حاضنة للثقافة اللامادية وفضاء التعايش المشترك هل يكفي الترميم لإنقاذ المدن العتيقة؟ التمويلات والمصادر المالية لإنقاذ المدن العتيقة؟ وأشغال التهيئة ورد الاعتبار للمدن العتيقة ومحاور أخرى تضمنها برنامج هذا الملتقى العالم الآن يتجه في اتجاه ما يسمى السياحة التقافية بمعنى أن هناك على الأقل ملايين من السياح لم يعودوا يبحثون عن الشمس ولا عن الرمال بل يبحثون عن تقافة الشعوب وأعتقد أن المغرب له هذا المدن العتيقة التي يمكن أن تكون رافعة على مستوى التنمية الاقتصادية الاهتمام بلمدن العتيقة كطرات إنساني من شأنه أن يغني الأبحاث الثقافية والمجالات الاقتصادية وخصوصا في شقها المتعلق بالمجال السياحي الذي تراهن عليه العديد من الدول لتنمية مواردها وإمكانياتها المادية